اشتركوا في القناة في حراك الاقتصادية البحريني قام سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان بتتشين فلل العرض الخاصة بمشروع سدرة سكني الواقع في ديار المحرق والذي تنفذه شركة بن فقيه للاستثمار العقاري ويعتبر مشروع السدرة الواقع في قلب جزيرة ديار المحرق احد ابرز المشاريع السكنية الراقية التي تقدم للقاطنين الفرصة لتبني اسلوب حياة ذي رفاهية عالية مع ثللا تحتوي على غرف معيشة واسعة وحدائق جميلة تبعث على السكينة هذا المشروع كالمشاريع الاخرى اللي يقوم بتطويرها القطاع الخاص اضافة نوعية للسكن والسكن الاجتماعي اللي في الحقيقة بدل مطور يختي خطوات كبيرة وصحيحة ويستهدف في المقام الأول جودة السكن في جودة الموقع وجودة التصميم احنا طبعا في وزارة الاسكان جدا سعيدين ان نجد مطورين وصلوا الى هذا المستوى من الكفاءة حارصت شركة بن فقيح على تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في توفير حلول سكنية ذات موصفات عالية وبأسعار مناسبة اذ قدمت فرصة الحصول على بيت العمر والتمتع بالعيش برفاهية وسطبئة راقية وامنة حيث يمتاز موقعه بقربه من أفضل وجهات التسويق والاستجمام في البحرين تميزنا احنا في تصميمنا للفلال اللي موجودة في السدرة بتصاميم أربع تصاميم مختلفة تتيح المواطن البحريني الاختيار الأفضل له كنوع من الاختيار المناسب لحق نمط حياته طبعا المشروع السدرة بيكون على خمس مراحل متفاوتة مجموعة الفلال اللي عندنا موجودة أربعمية وستة وخمسين فيلا ان شاء الله احنا متأملين خير ان احنا نخلص اجراءاتنا مع لجنة تنظيم العقاري خلال هاليومين وراح مباشرة ان شاء الله ندعو المواطنين انهم يزورونا ويشوفونا الموقع احنا رتبنا الامورنا ان شاء الله مع برنامج مزايا والامور الثانية اللي يحتاجون التمويلات ايضا وقعنا المذكرة التفاهم مع بنق البحرين الاسلامي ايضا يمتاز مشروع السدرة باحتوائه على خيارات سكنية متنوعة اذ قامت شركات بن فقيه بابتكار مجموعة من التصاميم الحضرية والمميزة لتساعد العملاء والطميحين باقتناع بيت الاحلام طبعا مثل ما انتم عارفين مشروع السدرة طلع بنموذة جدا مختلفة عن الموجودة اليوم في السوق حاولنا ان تكون عندنا تصاميم مختلفة مميزة جدا عندنا احجام مختلفة الفلا تبدأ من غرفتين وثلاث واربع وخمس غرف نوم فاليوم التحدي الموجود غلاء الاسعار الاراضي صارت غالية وصعب ان الشخص يبني بيت عود عسى ان يبيلتزم ميزانية معينة لناس تقدر تشترك ويقدم مشروع السدرة بيئة جذابة لشتى الاسر عبر طرحه نطاقا واسعا من الفلل ويتضمن المشروع انواع مختلفة تدمج بين العمارة البحرينية والمغربية والحديثة وفللا اخرى بتصاميم معاصرة مما يقدم وفرة من الخيارات للمشترين تصاميم اللي سويناها طبعا راعينا فيها الشمس بخول الشمس الى البيت والهوى وحرمة الجيرة وطريقة الاكسسابيلتي حق البيت حطينا في بالنا حتى لو البيت مثلا ما حدود بحجمه لكنه بيكون واحد مريح للمستخدم يتكون باشروع السدرة من 452 فيلا فخمة بتصاميم ومساحات مختلفة ضمن ايطار مجمع سكني مسور اذ تضم المرحلة الاولى من المشروع 88 فيلا ومن المتوقع البدء في تسليمها خلال العام الجاري حيث صرحت شركة بن فقيه انها في المراحل النهائية لاستلام الرخص اللازمة للمشروع من مؤسسة تنظيم العقاري والتي ستتيح لهم البدء في بيع الوحدات جهود واضحة وحثيثة لشركة بن فقيه للاستثمار العقاري لصالح الحراك الاقتصادي البحريني ضمن جملة من مشاريع الاستثمارية في المملكة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين